اكتمل وصول الأندية الأربعة للإمارات من أجل التنافس على كأس السوبر المصري من الفترة 20 لـ 24 أكتوبر الجاري في مدينة أبوظابي الإماراتية كان سيراميكا أول الواصلين لدولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي لإقامة معسكر استعداد للفريق فيما وصل مبارح الأهلي والزمالك وبرامتز وده قبل ثلاثة أيام من انطلاق البطولة النهاردة هنتكلم عن كواليس استعدادات الفرق لمباريات السوبر وإزاي هيتعامل معاها المدربين كل ده هنعرفه من ضفنا اللي منوارنا في الستوديو سيف الحسيني الناقد الرياضي أهلا بك يا سيف صباح الخير وسنة صباح الخير محمد صباح الخير عليك يعني في البداية كلمنا كده عن كواليس تدريب النادي الأهلي مبارح قبل صفر للإمارات طبعا النادي الأهلي بيستعد بقوة للسوبر المصري طبعا عارفيني ان الاهلي كانت معسكر مغلق فيه تكتم كامل من ساعة مدير الرياضي الجديد لما جاء محمد رمضان فرض سرية كاملة على تدريبات النادي الأهلي كان فيه حرص كامل على التركيز من ساعة السوبر الأفريقي لاتجاه في النادي الأهلي ان لازم يكون فيه رد قوي بعد اخسارة السوبر الأفريقي قدام الزمالك طبعا تدريبات كانت قوية جدا يعني بيقول ان كولر يعني احتمال يكون فيه تغيير بسيط في التشكيل بتاع النادي الأهلي وفيه بعض حاجات خططية كولر كان بيدعب عليها في التدريبات زي ان هو ممكن يستخدم أشرف دار الصفقة الجديدة لسه ملعبتش المغربي مدافع مغربي يبدأ أساسي برضو بيمتاز بالرأسيات والرأسيات القوية فهيكون سلاح لكولر في المشاطة بتاعت السوبر المصري الأهلي طبعا مفيش غيابات كامل الصفوف شفنا القايمة زي كاملة محمد اشتسناه محمد هاني اشتناه ولا جاهز ان شاء الله اصابت جرحي خفيف في الراس هيشارك ان شاء الله أساسي هو خد راحة من التدريبات وهيشارك بقى في الإمارات في التدريب الأخير لكن كله جاهز معنا طبعا محمد هاني احنا عارفين اصابته من السوبر أفريكي بالقاطع الجزء في الرباط الصليوي فيعتبر صفوف النادي الأهلي كاملة لمجات السوبر الماتش اللي جاي حيكون قدام سيراميكا سيراميكا شايف الماتش ده ازاي وكولر ممكن بيفكر بطريقة أو خطة لعب ازاي شايف ان الماتش طبعا مش هنقول سهل لان احنا البطولة دي دي تاني نظام يعني تاني سنة في النظام الجديد اللي هو أربع فرق فاحنا شايفين السنة دي الأربع فرق اللي بيشاركوا السنة دي أقوية جدا من أربع فرق أقوى أربع فرق السنة اللي فاتت طبعا قد بين أهلي والزمالك وي سيراميكا وي بيرامز طبعا بيرامز بطل كاس مصر وسيراميكا بطل كاس الرابطة فاحنا بنتكلم عن القوة الكبيرة في الدوري كانت السنة اللي فاتت أبطال كلهم سيراميكا خصم قوي جدا أحرج الأهلي والزمالك وبيرامز السنة اللي فاتت معاه لعيبة قوية جدا معاه مدرب كبير جدا مدرب محتمل كابتن أيمان رماضي شايف ان هو هيبقى مطش برضو صعب على النادي الأهلي النادي الأهلي داخل عايز يعود الخسارة بتاعت السوبر أفريقي وتركيزه كله أهم حاجة ما يكونش تركيزه إن هو يوصل عشان يقابل نهائي الزمالك طبعا أهلي والزمالك بيفكروا إن هو ما يقابلوا بعض في النهائي فطبعا ما يحصلش نفس الأقطاء اللي حصلت قبل كده فشايف لا هيبقى مطش صعب جدا جدا على النادي الأهلي مش هيكون سهل من ديال أولى ممكن الاختلاف يكون أهلي إن هو كان جاهز في المتوش الودية كان لعب أكتر من مطش ودي سيراميكا يعتبر ما لعبش ممبرات ودية فممكن يكون لسه برضو التوليفة الجديدة في لعيبة كتيرة مشت من سيراميكا ولعيبة جات جديدة آه جابوا أسماء قوية وكده لكن لما الفرقة تبدأ بسوبر مصري زي بطرس زي سوبر مصري وقدام النادي الأهلي بتوليفة جديدة مع اللعيبة بتبقى لسه في بعض الانسجام شوان ما بين اللاعبين فشايف إن المطش هيكون خمسين خمسين ما بين الفرقتين يعني طب تجهزات النادي الأهلي عاملة إزاي؟ النادي الأهلي كولر يا أكيد مشاكولر طبعا هنالفين الفترة اللي فاتت ما بيغيرش من طريقة لعبه اللي هي أربعة تلات تلاتة لكن التفصيلة الوحيدة هتكون ما بين قلوب الدفاع فإحنا بنتكلم فممكن أشرف دار يبدأ جنبرامي ربيع عبدالياسر إبراهيم ممكن برضو في الجبهة اليمين محمد هاني مين هيعوض محمد هاني ده أبرز عنوان للنادي الأهلي في تشكيلته الأساسية المفضلة ما بين طبعا عمر كمال وخالد عبفتاح في الناحية اليمين شوفنا زي خالد عبفتاح لعب السنة اللي فاتت آخر السنة اللي فاتت كان كويس جدا جدا ملعب أساسي طبعا عمر كمان لخبرات كبيرة وشارك في السوبر أفريكي بدل إصابة هاني لكن يعني المصادر بتقول أن خالد عبفتاح هو اللي ممكن يبدأ نظر الخبراته برضو عمر كمال خبره كل حاجة لكن خالد عبفتاح خد كتير مع الأهلي في المركز ده وأدى بشكل دفاع كويس برضو أعتقد أن خالد عبفتاح وأنا أحب أن خالد عبفتاح يبدأ الماتش نظر برضو أن الماتش مش هيبقى بالقوة البدنية يعني زي أكينه مش ماتش البرامتز أو الزمالك فخالد عبفتاح هيبدأ وطبعاً الثلاثة بتاع الوسط أكرم ومروان وإمام عشور وقدام هيبقى بيرسيتيا وحسين الشحات وسامة بعلي قبل ما نروح لماتش الزمالك وبرامتز عايزين بس نستنى شوية كده معاك في ماتش الأهلي وسيراميكا هل سيراميكا ممكن يعمل أي مفاجأة في الماتش ده وتشكيل سيراميكا هيكون عاملة إزاي؟ زي ما قلتلك يا محمد سيراميكا فريق قوي وكابتن أيمان رماضي كابتن خططي وكويس جداً شوفنا ماتشوت كويس قوي كابتن أثبت كفاءته جداً بيقدر إزاي يلعب قدام الخصم القوي سيراميكا طبعاً فيه لعبة كتير مشيت أبرز اللعبة اللي هتبقى أساسية طبعاً الكندوسي لعب الأهل المعار الجزائري هيكون موجود قدام مهاجم الأفريقي المهاجم الأفريقي بتاعهم فيه لعبة تانية برضو هم ضموا صفقات جديدة طبعاً زلاكة طموا ثلاثي بيرامز زلاكة وفخر لقاي أعتقد هيبقى أبرز اللعبة عندهم فخرة قامل بيرامز كان نشوفنا إزاي لعب لعب كان قوي جداً في بيرامز يعني فأعتقد ده هيبقى أبرز اللعبة وحسين السيد بك الشمال بتاع النادي الأهل السابق فعندهم مجموعة كويسة من اللعبة أعتقد أن هم هيجالوا النادي الأهل في الماتش يعني أنت شايف أن المباراة خمسين خمسين يعني نسبة فو سيراميكا مش بعيدة طبعاً طبعاً طيب نروح للزمالك بقى يعني بطل السوبر وخلينا نعرف يعني التدريبات اللي كان بيتمرانها عاملة إزاي استعداداته عاملة إزاي أمام بيرامز إيه الجديد اللي ممكن نشوفه لو فيه طبعاً المعنوعات في الزمالك عالية جداً طبعاً في السماء زي ما إحنا عارفين لكن خلينا أقول إليها ما تبقاش تيجي بالعكس عليهم يعني المعنوعات المرتفعة دي ما تجيش بالعكس طبعاً وبالأخص قدام خصمة زي بيرامز برضو ما يفكرش زي الأهل إن هو هيروح والقابل أهلي في النهائي طبعاً شوفنا متوشة الزمالك بيرامز عاملة إزاي السنين اللي فاتت متوشة قوي جداً وبالذات الزمالك كان يعني إزاي بنقولك بكرة كده كعب وعالي على بيرامز وفي تاريخ اللقاءات ما بين الزمالك بيرامز الزمالك كعب وأعلى من بيرامز في المتوشة حتى لما يكون بيرامز مثلاً مساريطر في المباراة لكن مشوف الزمالك إزاي بيقدر يرجع على المارش الزمالك استعداداتهم كانتش أفضل حاجة سوفنا إزاي في المتوشة الودية خسر وتعادل ماكسبش في المتوشة الودية اللي هو لعبها ما كانتش أفضل حاجة لكن كانت تجربة لبعض العناصر الجديدة والصفقات اللي لسه ما شركتش اللعيب الجديد الزمالك جابوا تحت السن المدافع كوستا ده ممكن يكون مفاجأة جميس في التشكيل ممكن يلعب بدال حمزة المسلوسي أو حسام عبد مجيد في خط الدفاع طبعاً كان فيه راحة للدوليين زي محمد شحاتة وطبعاً دونجا دونجا هيغيب نبيل عمد دونجا هيغيب لا لا هيغيب بشكل تصميم هيغيب وهيعوضوا محمد شحاتة في النصر هيكون مكانه ايه؟ هيكون محمد شحاتة هيبدأ في النصر وكده كده الزمالك بلعب بعمر جاب الباكيمين زي في الصبر الافريقي والشمال هيبقى موجود المغربي بنتايك محمود بنتايك وطبعاً زيزو كان خاد راحة بعد المتخب مصر فالتشكيل زي ما هو هيكون ممكن يكون مفاجئة أبرز الغيابات في نادي الزمالك دونجا أبرز غياب هو دونجا وأعتقد أنه هيأثر مش هتبقى بنسبة كبيرة قوي لكن هيأثر لأنه دونجا لعيب ستة قوي جداً بالذات لما بيلعب جنبه عبدالله السعيد وناصر ماهل بياخدوا حريتهم في الحركة أكتر فهو يعتبر هو اللي بيغطي المساحات الأكبر في الملعب لكن أعتقد مش يعني تعويده بمحمد شحاتة طبعاً الفترة اللي فاتت هو ملعبش محمد شحاتة نزل كبديل في السوبر أفريقي وملعبش كتير مع منتخب مصر فكان غايف عن الفترة دي أخص هو كان بيلعب باك يمين مع الزمالك الفترة اللي فاتت فممكن يكون حساسية المتوشف في مركز ستة مكونش عنده قوية قوي فلكن أعتقد غياب مش هيأثر بنسبة كبيرة كبيرة يعني القاوم الأساسي موجود بتاع نادي الزمالك موجود زيزو ممكن برضو نشوف وجه جديد مش لاك هو لعب في السوبر أفريقي اللعيب الجديد بتاع نادي الزمالك الصفقة الأجنبية ممكن يلعب ناحية الشمال بدل مصطفى شلبي برضو كتجربة مين اللي هيلعب مش لاك مش لاك لعيب قوي جداً نزل في السوبر أفريقي ناحية الشمال لعيب سريع جداً برضو أثبت كفاقته في المتوشة الودية ممكن نشوف لأنه أحرص أهداف في المتوشة الودية فممكن نشوفه برضو أساسي وطبعاً سيف الجزيرة المهاجم أساسي وزيزو والخط الدفاع سابس زي ما قلنا وهيكون ممكن المفاجأة تكون اللي هو المدافع الغاني ده كتجربة لو قدم مستوى كويس أو شارك في ربع ساعة لو الزمالك فايز وقدم مستوى كويس يكون أساسي قدام النهدي أهلي ويكون مفاجأة بتاع تجوميزيا طيب في كلام بيقول أن رمضان صبحي ينتقل لنادي الزمالك هل تتوقع أن ده يحصل؟ ولو حصل هل ده هيأثر على الفرقتين؟ والله رمضان صبحي ونادي الزمالك أقويل كتيرة في المركاته بس لا السنين اللي فاتت يعني طبعاً بربطه اسمه دايماً بالنادي الكبير اللي موجود طبعاً الأهلي كان أغلق الملف ده لكن هي المفاجأة أن الأهلي مش مغلقش ملف رمضان صبحي خالص الأهلي فاتح الباب قدام رمضان صبحي في السنين الجاية لكن هي ازاي أنت ترجع علاقتك به النادي الأهلي لكن طبعاً الزمالك زي ما شفنا الموضوع المغلق بالنسبة لرمضان صبحي هو قال إن أنا مش عايز أرجع مش هلعب للزمالك ومش قال البرميز إن هو مش هيتفوض مع الزمالك وإن هو قفل الملف ده خالص وسرياً بقى يعني ممكن قدام نشوفه في الأهلي ممكن السنة الجاية ممكن السنة اللي بعدها لكن لو يعني عملت الصالح مع الجمهير بشكل يعني يليقي بيه تتوقع سيف مين هيكون في حراسة المرمى للزمالك صبحي والعواد؟ هو صبحي شارك مع الزمالك وجاهز فنياً لكن أتوقع إن جميز هيستمر بعواد بعد تقلقه في صور أفريكيين بيراميز بقى ناحية تانية شايف الصفقات الجديدة اللي موجودة فريق بيراميز والتشكيل وحيلعب إزاي قدام الزمالك صراحة بيراميز الصفقات اللي عملها جديدة خلت السكوات بتاعه أقوى بكتير جداً من السنة اللي فاتت إضافات قوية جداً 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 أبرزهم يعني خلينا نقوله أنا سديك أجولة هو أبرز الصفقة لنادي بيراميز كان مكسب جبير جداً لأنه هو كان رايح نادي الزمالك لكن بيراميز قدر يختفي الصفقة لعب قوي جداً 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 بيلعب جناح وبيلعب مع الجناحين وبيلعب مهاجم فلعب قوي جداً وأعتقد إن هو هيكون الورقة الربحة لبيراميز قدام الزمالك صفوف مكتملة اللعبة كلها رجد اللعبة كلها جاهزة رمضان صبح جهول عبد الرحمن مجدي لعب اسمعيدي المصطفى فاتحي يعني سكوات قوي جداً 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 في الملعب حتى لو اللي في الملعب الحداشر اللي بدأ فيه تلاتة أربعة مش خارج الخدمة ممكن اللي ينزل أسامية أقوى من اللي موجودة في الملعب أصلاً فلا شايف مهومة الزمالك هكون صعبة جداً بالذات بالسكوات طبعاً بيراميز كان في معسكر تحضيري في تركيا ولعب موتوشا وفاز ماتش 18-0 فالموضوع بالنسبة لهم اللعبة كلها جاهزة اللعبة كلها شاركة كل المدرب بتاعهم الكرواتي استقر على نسبة كبيراً من التشكيل استقرر شاف على كل اللعيبة كل اللعيبة جاهزة فأعتقد أن بيراميز داخلي يعني السوبر مصري بكل قوة عايز برضو يضيف بطولة جديدة ليه زي ما هو خد كاس مصر كتأول بطورة فهو عايز يبقى دي بداية البطولات ليه فليه لا؟ طبعاً الزمالك يعني خلاص بقت مرش كمة زي الأهل والزمالك فأعتقد أن برضو هتبقى النسبة 50-50 ما بين بيرامز والزمالك لكن أنا برد بحرمه أسأل أنت كنت لسه قيل الزمالك كعبه أعلى شايف كعبه أعلى لكن النسبة 50-50 أنا شايف دايماً كعبه أعلى لكن النسبة 50-50 حتى الإثباتات السنين اللي فاتت برضو حتى ما بخش موتوشا قوي مع بعض الزمالك برضو بيكسب لكن يعني كاوسكوات صراحة هو تقيل جداً مباراة صعبة يعني مباراة صعبة على الزمالك جداً جداً طيب يعني مين في نهاء البطولة؟ يعني مين النهار ده بتتوقع كده يعني هما دول هيوصلوا للنهاء؟ والله لو هنتكلم يعني هو الأهل والزمالك يعني بطولة هشارك فيها الأهل والزمالك بسيطة لاحسن مفاكة؟ أكيد ممكن ما نشوفش الأهل والزمالك ممكن ما نشوفش الأهل والزمالك ممكن ما نشوفش الأهل والزمالك فده اللي مفتوض يوصل لعيبة أنه هم لا لا يجب يكون فيه تركيز ما ينفعش نسبة إلى الأحداث بسرعة ويتعلمهم بالدرس زي ما شفنا في الصور الأفريقي بس بيرامز يتخاف منه؟ طبعاً أكيد أكيد بيرامز خصم قوي وبالذات بيرامز كان خصم عنيك جداً من السنين اللي فاتت وبالأخص السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت بيرامز كان من أصعب الخصوم على النادي الأهلي بالأخص يعتبر بيرامز أكوى فرقة لعبة الأهل السنة اللي فاتت يعني تعبت النادي الأهلي وتعبت الزمالك جامد جداً فبيرامز هيكون عنده دفع كبير حتى لو عدى الزمالك كمان فأنه يخش قدام الأهلي لو عدى الزمالك فده هيكون دفع أكبر لأنه ياخد البطول نروح بقى للمشهد نفسه في أبوظابي احنا بتكلم البطولة من 20 إلى 24 أربعة تيام السوبر شايف إزاي التنظيم والاستعدادات الخاصة لانطلاقها؟ طبعاً أبوظابي مش جديدة عليها تنظيم السوبر نشوف التنظيم بتاعها رائع إزاي والاستقبال كان عامل إزاي شيء جميل جداً الاستعدادات طبعاً جميلة والجمهور كمان هناك جميلة آه والجمهور طبعاً جمهور المصري دايماً في الدول العربية بالأخص السعودية والإمارات بيبقى جمهور كبير جداً ونشوف الحضور ودي دي كبتبقى أحسن حاجة دايماً برضو المنظمين المصريين بيأكدوا عليها أنه هنلعب في السعودية والإمارات ضمنين الجمهور الحشد الجمهيري اللي موجود القوي جداً تنظيم رائع جداً طبعاً يعني البطولة هتبقى أحلى كمان خصوصاً أربع فرق أسامي كبيرة فهيكون فيه تنفسية كبيرة هنشوف التهديف هنشوف تنفسية كبيرة وكمان التنظيم السنة دي مختلف إن فيه الفرق مش هتمشي اللي هيخسر مش هيمشي لأن فيه 3 و 4 اليوم اللي في النص قبل النهائي هيبقى فيه 3 و 4 اللي هو يوم 24 فكل الفرق هتلعب وهيبقى فيه جمهيرية موجودة حضرة وهيبقى فيه حضور للتالت والرابع برضو لو في حالة خسارة الأهل والزمالك فبرضو لازم الجمهيرية هتشوف فرقها في مركز التالت والرابع في الماركز بتاع التالت والرابع وبالنهائي طبعاً نحن الجميل والمبسوطين منه إن إحنا مش هنعتمد بس على أهلي وزمالك أو إنه أهلي بس هو اللي بيكسر نهاردة فيه زمالك خاد البطولة السوبر فيه منافسة قوية ما بين الفرق المصرية وده دي كورة اللي احنا عايزين نشوفها في الأول وفي الآخر وده التلوع بقى اللي الجمهير عايزين يتابعوه في المارتشات زي ما احنا كده بنقعد نتفرج على دوريات مختلفة ونقعد نبقى بسطين بلعبوهم النهاردة قادرين نشوف ده في الكورة المصرية وذي أحلى حكا يعني كل التوفيق للفرق المصرية المشاركة وبنشكرك يا سيف سيف الحسيني لناقض رياضي كل شكراً شكراً نورتنا يا سيف الله يخبر